صباح الخير عمليات القصفة الإسرائيلي هي مستمرة في كافة محاور قطاع غزة من شمال القطاع حتى جنوب المدفعية المتمركزة على الحدود الشرقية لوسط القطاع هي نقطة انطلاق هذه القذافة التي تنطلق صوب مناطق شرقية لمدينة غزة وصوب مناطق أيضا جنوبية لوسط القطاع منذ ساعات صبيحة هذا اليوم المدفعية المتمركزة داخل موقع أبو صفية العسكري تحديدا والمتمركزة شرق مخيم المغازي تقصف مناطق شرقية لنيت ساريم وأيضا مناطق محادية لوادي غزة ومناطق أيضا شمالية لمنطقة نيت ساريم أكثر من عشرة قذائف سمعت فقط منذ ساعات صبيحة هذا اليوم باتجاه تلك المناطق القذائف تسقط على الأراضي الزراعية تسقط على الطرق الرئيسية سقطت ثلاثة قذائف قرب جسر ووادي غزة لسيما قرب شركة تسمى بشركة زمرد هذه المنطقة التي أحيانا تتجول بها قوات إسرائيلية وتترجل بها قوات إسرائيلية خاصة إضافة لتقدم لها الآليات وتقوم بعملية تمشيط وتفتيش داخل الأراضي الزراعية عمليات التقدم قبل الآليات الإسرائيلية تتزامنا أيضا مع عملية اطلاق نار تقوم بها الدبابات الإسرائيلية المتمركزة داخل محور نيت ساريم الشرقي والغربي إضافة لدخول لطائرات المروحية التي تقصف مناطق أيضا محادية لوسط قطاع غزة لسيما مناطق الشرقية لشارع صلاح الدين منذ أمس وعمليات القصف الإسرائيلي لم يتوقف ثلاثة غارات إسرائيلية في ساعات متأخرة من الليلة الماضية ضربت المناطق الشرقية لمنطقة مخيم البريج منطقة جحر الدين ضربت أراضي الزراعية أحدثت دمار وخراب في ممتلكات المواطني لسيما في منطقة تسمى تورف بتبت الريس إضافة لغارة إسرائيلية قرب مسجد الإيمان وهو داخل منطقة يعني مسجد الإيمان هو مضمر بطبيعة الحال داخل منطقة يعني الجحر الدين أو معرب قرية ودي غزة غارات إسرائيلية كانت على مخيمين البريج والمغازي ضربت أيضا منازل للمواطنين أحدث ذلك عدد من الإصابات وصلت هنا لمستشفى شهداء الأقصى كان هناك غارة على منزل يعود لعائلة المبعوح أدى ذلك لارتقاء أربعة من الشهداء إضافة لعدد من المصابين نقلوا لمستشفى العودة ومستشفى شهداء الأقصى كان هناك أيضا قصف مدفعي على شرق مخيم المغازي وصلت ثلاثة إصابات بجراح متوسطة هنا لمستشفى شهداء الأقصى المحور الغربي للوسط تحديدا من النصيرات والمنطقة الشمالية لنصيرات المخيم الجديد الزهراء المغراقة هذه المناطق تتعرض منذ أمس لعملية قصف مدفعي متواصل تقوم به مدفعية الاحتلال المتمركز الشرق مخيم البريج وذاخر منطقة نيتساريم تقصف مناطق في شمال النصيرات أدى ذلك لإصابة عدد من المواطنين لسيما بعد سقوط قذائف مدفعية على أراضي زراعية قرب منطقة الدعوة والمفتي والمخيم الجديد وصلت ما يقارب 15 إصابة لمركز العودة الطبي جلهم من الأطفال أيضا داخل مركز إيواء الدعوة وداخل كذلك منطقة النصيرات منطقة المفتي بفعل عملية القصفة للسرائيلي المتواصل هذا على صعيدة تطورات الميدانية الصعيد الآخر وهو عمليات الاشتباك وعملية اطلاق الرشقات الصاروخية من قبل المقاومة الفلسطينية سجل منذ ساعات الليلة الماضية سلسلة من عمليات القصفة التي تقوم بها المقاومة الفلسطينية باتجاه تجمعات لها الجيش الإسرائيلي في منطقة نيتساريم مع وصول بالأمس عدد من المواطنين النازحين من مدينة غزة وشماليا باتجاه منطقة نيتساريم على شارع صلاح الدين وصولا لمنطقة النصيرات بظروف صحية صعبة بظروف أيضا قاهرة بسبب ملاحقة هذا الاحتلال الإسرائيلي لهؤلاء الناس الذين وصلوا تباعا لمنطقة وسط قطار مصر شكرا